اليوم جميع القطعات المحررة تتقدم باتجاه الأهداف المحددة لها هناك تقدم في حي الاقتصادين وهناك تقدم في 17 تموز وهناك تقدم في حي الرفاعي وفي حي العرايبي جهاز مكافحة الإرهاب مكلف بمحور الحي الرفاعي والعرايبي وفرق المدرعة التاسعة ولواء التدخل السريع الثالث مكلف ب17 تموز والاقتصادين كيف تتوقع معركة 17 تموز؟ أنا أعتقد معركة 17 تموز ستكون حاسمة بالنسبة للقطعات المحررة لأن تنظيم داعش الإرهابي يراهن على هذا الحي وأعتقد أهل الموصل حريصين وجدا على أنه تحرير هذا الحي سينهي صفحة داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل هناك تقدم للقطعات وهناك إسناد جوي من قبل طهيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي وكان لقاء يوم أمس مع سيد وزير الداخلية أشهاد بتعاون أهالي مدينة الموصل مع جميع القطعات المحررة سواء الشرطة الاتحادية أو الجيش العراقي أو جهاز مكافحة الإرهاب للأمانة قائد عمليات قادموني يا نينوانا باتصال مستمر يطمن جميع أهالي محافظة نينوة بأن خلاصه من تنظيم داعش أصبح قاب قوسيني أو أدنى وكذلك الفريق الركن عبدالغني الأسد يأكد أنه حسم المعركة بات قريبا نعم يعني هناك معلومات تشير أن المملكة انتهاء للعمليات في الواحد رمضان معلومات القادة العسكريين لا يعطون توقيتات محددة لأنه المعركة تتطور والقادة حسب تطور الموقف في المعركة يستطيعون أن يتعاملوا معها بكل مهنية أنا طمنت وطمن أهالي مدينة الموصل الجانب الأيمن في رمضان موصلي عراقي بفرحة موصلية بفرحة عراقية اليوم كل الأنظار تتجه إلى الجانب الأيمن لحسم معركة تنظيم داعش في هذه المدينة هو الآن في هذه الأحياء في حي 17 تموج يسميها بما يسمى أرض الثبات لكن أهل الموصل أطلقوا مصطلح جديد لتنظيم داعش أنه أرض الفلتة لتنظيم داعش الأرهابي إن شاء الله ستكون فرحة عراقية كبيرة بالخلاص من هذا التنظيم الأرهابي يوم أمس كان لدينا كلجنة أمن ودفاع اجتماع مع السيد وزير الداخلية اطرقنا إلى موضوع شرطة نينوى وضرورة دعمها لأنه هي من تمسك الأرض وضرورة أن تكون هناك دعم من حيث العدة والعدد لأنه الآن العدد قليل جدا لا يتجاوز 11 ألف شرطي من أبناء مدينة الموصل بينما قبل عشر ستة 2014 كان أكثر من 33 ألف شرطي كلفت السيد وزير الداخلية بأنه يكون وزيرا لأهل الموصل بإعادة المفصولين من منتسبي شرطة نينوى وأنه يكون المدافع الأول لهؤلاء الشرطة الذين وقع حيف وظلم كبير عليهم ونريد أن نرى أبناء من شرطة نينوى والذين لديهم خبرة ومدربين في مدينة الموصل هم من يحفظوا الأمن كذلك قدمت مخترح للسيد وزير الداخلية بضرورة أن تنضم الحشود العشارية في محافظة نينوى إلى وزارة الداخلية لأنه لا نريد أن تكون حشود بمسميات عشائرية أو بمسميات أخرى نريد أن نرى الأمن تحت سيطرة وأما وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أنا قبل عدة أيام كنت عند السيد وزير الداخلية وقدمت لهذا المقترح ويوم أمس في لجنة الأمن والدفاع قال هناك معلومات أولية ووعود أولية بأنه جميع الحشود ستنضم إلى وزارة الداخلية إن شاء الله